السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحبابكم في مطبخنا والأم البنات الفيديو ديال اليوم قد نقطاعها لكم تحلية لكي تجي صراحة جيدة منعشة بجوش طبقة يلا جربتوها عطع فوق المعنى ديال هاد البنة ديال التحلية يلا عجبكم فيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى ديال فيديو من طبيعة الحال فضلا وليس امان ما تنسوش تشتاكو في القناة فعلوا الجرس دعمونا بلايك وشاكو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم باش هكا تعمل فائدة لجميع كنا احب الناس القدام والناس الجدد ليلا لتحقوا بالعائلة ديالنا في اليوتيوب كنقول لكم ما احبابيكم وان شاء الله تكونوا مستفيدين ندوزوا المكونات وطايقة تحدا نسبة المكونات اللي نحتاجوا نصف ايطاوم الحالي كنزيد عليه معلقك بها تكون مقببة من الناشا تكون عمام زيان جوج معلق كوباء عمين بزيان من السكا حبيبات بنسبة السكاك يبقى على حسب الدق ديالكم كنزيد عليهم علبة من فلو بنكهة الموز كنخلطة المكونات بالخلط اليداوي حتى نسجمو لي المكونات مع بعضهم ونتأكد بلي ان الحبيبات ديالنا شاء دابو فضل ما حالة كنحطوها فوقنا مع التحيك المستمع حتى تغلاء وتعود دوي اننا هتتعمل لنا الفقاعة من بعد ما كتتعمل لنا الفقاعة ويغلال لنا الحليب مباشرة كنحيدو من فوقنا كتجيبو الكويسات او الاناء فاشا تقدموها التحيك المستمع وكتصبو الخالط كنصبو الخالط كما كتلاحظو معايا ما كان عمواش الكويسات ديالنا باش نلقوا البلاسة او المكان فينا نضيفو الفواكه انتو ما كتلاحظو معايا الكيمياء اللي اعطاتني من السيطات ديال الحليب في هذا المحالة كنخليهم جانبان باش يدفعوا ما كان نخدخلوهم مش مباشرة للتلاجة طريق انكم تخليوهم جانبان حتى يدفعوا وكندخلوهم التلاجة نخليوهم حتى يبعدو لنا مزيان مزيان من بعد ما بعدو ليا التحليه ديالي كما كتلاحظو معايا كنجيبو الفواكه بالنسبة الفواكه كيبقى على الحساب الاختياط ديالكم ولا على الحساب اللي متوفى عندكم في البيت انا هنا خديت الكيوي خديت ثلاثة الحبات من الكيوي مع جوش حبات من الموز وتقريبا واحدة خمسة الحبات من الفايز اللي كان قطعوهم هكا طعيفات اللي هما يكونوا متوسطين وكنبقى نصدفو الفواكه ديالنا فوق التحليه صدقوني هات التحليه كتجي لديدة يلا جربتوها عماكم ما هتستغنوا عليها كانبقى نضيفو الكيميا من الفواكه كما قلت لكم الفواكه يبقى على حساب الاختياط ديالكم وقالوا على الحساب اللي متوفى عندكم في البيت كنخليوا التحليه ديالنا جانبا ومباشرة كندزوا الكيمة ديال باطوقة اللي هنحتاجوا كسونس من عصر الباطوقة كنزيد عليه معلقة ونصف من السكا حبيبات كما قلت لكم دائما ان السكا يبقى على حساب الدق ديالكم كنزيدوا علبة من فلوء بنكهات الموز صدقونا التحليه كتجيزوينه بزيف كنخلطوهم بالخلط لها داوية ونحطوهم فوق النار العافية كتكون متوسطة حتي غلالينا هذا الخالط ويعود داوية انكم تخليو حتي يصبح لنا ضعجة الغلايا من بعد ما كيصبح ليا الخالط ديالي ضعجة الغلايا كما كتلاحظو معايا كنخليوه يدفع ما كنجيوش ونكبوه مباشرة هنا حيتو من فوق النار خليتو احتد فالية واحد شوية نحط معلقة هكه باش ما نكونش الحفاة في الكايمة ووضعوا بزيف كالطفاء ومن بعد ما معموات هذه الكويتات او الطحليه ديالي يكون لها عمواتها نحطوها فوق سطح العامل حتي تدفع ومباشرة ندخلها للاجهة تحت تضيف الفواكه المكونات بساطة كما قلت لكم ان الفواكه تضيفوا اي فاكهة تضيف موز بوحده او ممكن ان تضيف الكيوه بوحده يبقى على حسب الاختيار وهذا هو الشكل النهائي من بعد مبادات كما تلاحظوا معي تجي منعيشها تجي كريمية والديدة انا كنحكم لكم على الماداق غير جابوها لا تندموش عليها لان واحد الماداق فيها خطير ومع ان اقدمتها كل وليداتي والطياف صراحي عجباتهم وعودتها ليهم كنتمنى ان الفيديو جيلي يومينا الاعجاب ديكم خليتكم على اخير الفيديو الجاي